الآن مشاهدين إلى جولة في أبرز ما تناولته الصحفة البداية مع العرب الجديد وفيها كتب وليد لتليلي مقالا بعنوان لا بديل عن التوافق في تونس وفيه لا تزال الأزمة السياسية في تونس روح مكانها ولا يبدو أن المسؤولين التونسيين على عجلة من أمرهم لفض النزاع بينهم وأضاف لقد أكدت تجربة دستور تونس أن الحكمة لن يكون إلا توافقيا بالضرورة وغير هذا كلام لا معنى له ختم حتى إن كان رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان من نفس الحزب وهو ما حصل مع نداء تونس سابقا فلن يغير من الأمر شيئا وسيكون على الجميع أن يتوافق في الرأي الأردنية نقرأ مقال عصام قدماني بعنوان قمة بغداد وعلاقات الأردن العربية وفيه قبل أن يذهب البعض كثيرا في التحليلات قمة بغداد ليست ولادة لحلف نقليمي جديد بل هي تكريس لشكل من أشكال التعاون والتشبيك الاقتصادي وضاف الكاتب هذا ما جرى مع الجوار الخليجي سابقا فهو عمق اقتصادي وسياسي للأردن العلاقة معه فيها من الاستقرار الإيجابي أكثر مما اعتراها من خلافات بعدت بينهم أحيانا تبع الكاتب المتغيرات جعلت الدول تذهب لبناء أشكال جديدة من العلاقات المفيدة للجوار تحديدا ولا يعيبها أن تكون المصالح عنوانها ختم الكاتب بالقول التشابك الاقتصادي لا يحفل بكليشيهات لم تعد قائمة ولم تعد فاعلة في ظل مفاهيم تغيرت في عنوين الأمن فلم يعد نافعا الترويج لبضاعة لم تعد رائجة في الجريدة الكويتية كتب حمز عليان بعنوان سحل نزار ليس حدثا عابرا وفيه نزار ليس حالة استثنائية بل يوجد مثل الكثيرون داخل فلسطين وفي المحيط العربي فحالة السلطة الفلسطينية لا تختلف عن غيرها من حالات السلطة المستبدة السلطة الفلسطينية في النهاية نتاج فكر مخابرتي وعسكري بنت مجدها على حمل السلاح من أجل تحرير الأرض المقتصبة لكنها لم تلتفت إلى بناء الإنسان الفلسطيني وصبيئة ديمقراطية ما يخشاه الصامتون وغالبية الشعب الفلسطيني أن تكون الخسارة أفدح من التخلص من صاحب رأي فالسلطة تخوض معركة استبداد الأرض والسيادة لكنها في سبيل ذلك تمارس أبشع أنواع الاستبداد نقرأ في النهار اللبنانية مقالة روزانبو منصف بعنوان هل لا تزال باريس تعرف لبنان وجاء فيه من غير المتوقع بالنسبة إلى دبلوماسينا جانب أن يحدث الطلاق الأمريكي الفرنسي في باريس حول تقويم الموقف من لبنان تغييرا في الدينامية الداخلية أضفت الكاتبة باريس باتت تظهر أن فهمها للوضع اللبناني مختلفا عن الآخرين إلى درجة وجود دبلوماسينا كثر على اتصال وثيق بكبار مسؤوليها تابعت الكاتبة هناك اقتناع بأن انهيار اللبنان قد يكون أفقده قيمته كوارقة مقايضة حتى بالنسبة إلى إيران في مفاوضاتها حول الاتفاق النووي الكاتبة ختمت بالقول التخبط الفرنسي لمسه الدبلوماسينا الأجانب في الفشل الذريع الذي منيت به زيارة وزير الخارجي الفرنسي جانئيف لدوريان إلى بيروت في الآوينة الأخيرة والتي تميزت بخطاب متعثر وغير متماسك في موقع الناشونال انترست كتبت ميومي فوكوشيما مقالا بعنوان قد لا تكون إيران في عجلة من أمرها لامتلاك أسلحة نووية وجاء فيه يدعو منتقدون الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب إلى صفقة جديدة أكثر شمولا لمنع احتمال حصول إيران على أسلحة نووية وأضافة لا ينبغي لأحد أن يفترض تلقائيا أن طموح إيران هو تسلح نوويا فلا أحد يعرف يقينا أنها قررت صنع أسلحة نووية وتابعت هناك أسباب للاعتقاد بأن إيران أيضا قد تختار البقاء غير نووية على الأقل في المستقبل المنظور واعتبرت أنه من الصعاب التهديد باستخدام هذه القوة التدميرية ما لم تكن استجابة لتهديدات أمنية خطيرة إلى الديلي صباح التركية ومقال لهمون خلج دوست بعنوان أفغانستان مفتاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن جاء فيه إن السماح للقوات التركية بالبقاء في أفغانستان سيكون قرارا مثاليا للحكومة الأفغانية ومواطنيها رأى الكاتب أن حاجة الولايات المتحدة لإدارة طائراتها القتالية من دون طيار سيكون ممكنا مع وجود قوات تركية في مطار كابل واعتبر أن العلاقات التركية بين تركيا وأفغانستان كدولتين إسلاميتين من شأنها أن تساعد وجود تركيا في أفغانستان وصلنا مشاهدين على نهاية هذا الفقرة ننهيها بالكاريكاتير موسيقى